تسعة أشهر مضت على اعتصام أهالي العسكريين المحتجزين في جرود عرسال والمشهد على حاله من الهدوء والانتظار بعدنا بالمعاناة والخلاصة ما في بعد خلاصة يعني بعد في قصة طويلة بس بعد ما إلى نهاية أم خالد واحدة من أهالي العسكريين باتت هي الأخرى أسيرة داخل خيمتها تنتظر بحرقة لحظة عودة ابنها وكان أهالي العسكريين قطعوا طريقة منطقة الصيف على المدخل الشمالي لعاصمة بيروت بعد أن سلت أنباء عن توقف المفاوضات مع المسلحين قبل ذلك حديث عن فدية مالية طلب بها المسلحون ووافقت الحكومة اللبنانية على دفعها قشرة لإطلاق صراحهم نحن كأهالي فينا نقول أنه كل شي وارد ما يشاع ويعلن من خلال جابهة النصر على الأقل عبر مواعي التواصل أنه ممكن فيه إمكاني لدفع مبيلة معينة بس ما فيه أرقام محددة بهذا الموضوع لقاء أهالي العسكريين مع مدير عام الأمن العامل لواء عباس إبراهيم ساهم في تهديئة الأهالي الذين عادوا إلى فتح الطريق مع الإبقاء على مخيمهم في ساحة رياض الصلح من بيروت عدنان غملوش العربية